وصلت أسعار النفط انتعاشها خلال الأسبوعين الماضيين بفعل عدة عوامل أبرزها بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت ارتفاعا إضافة إلى الدعم الذي لقيته الأسعار من تعهدات المنتجين في أوبك للتعاون مع منتجين آخرين لتجميد الإنتاج المزيد من التفاصيل في هذا التقرير وصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها على مدى أسبوع حيث ارتفعت أسعار الخامين القياسيين بمغدل عشرة بالمئة تقريبا ليحقق برينت ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بينما كان الثالث على التوالي للخام الأمريكي أسعار النفط الخام بلغت في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع 33 دولار و75 سنة للبرميل ووصلت ارتفاعها إلى أن وصلت 35 دولار و92 سنة للبرميل في حين ارتفع سعر الخام القياسي برينت من 35 دولار و97 سنة للبرميل ليغلق في نهاية الأسبوع عند 38 دولار و94 سنة أما أسباب الارتفاع في البداية كانت بسبب اتخاذ الصين قرارات تدعم اقتصادها المتباطئ ليواصل صعوده بسبب بيانات عن ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية التي ساهمت في دعم التواقعات للطلب على الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم ثم لانخفاض عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية كما لقيت أسعار النفط الدعم من تعهدات منتجين في منظمة أوبيك بالعمل مع المنتجين من خارجها لتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني الماضي وإعلان الرئيس الروسي موافقة شركات النفط في بلده على هذا التوجه ورغم ذلك ما زالت أسعار النفط منخفضة بحوالي 70% منذ منتصف العام 2014 عندما كانت فوق 100 دولار للبرميل لكن انتعاشا مضطردا على مدى الأسبوعين الأخيرين يدفع بعض المتعاملين والمستثمرين إلى التفكير بأن تراجع السوق ربما بلغ مداه في المدى القريب اشتركوا في القناة